السلام عليكم هنتكلم عن ارتفاع ضغط الدم او مرض ارتفاع ضغط الدم هنتكلم عن الاسباب في الفيديو ده وبعدين هنبقى نعمل فيديو تاني نتكلم فيه عن طرق العلاج واحنا من خلال معرفتنا بالاسباب هنقدر نعرف برضو طرق العلاج من تجنب الاسباب اللي بترفع ضغط الدم الاول لازم نفهم يعني ايه ضغط الدم وعشان نفهم يعني ايه ضغط الدم فهديكم امثلة بسيطة توضح لنا ده الدم احنا عارفين ان هو ماشي في الاوعيات الدموية الاورداء والشرائين احنا لما بنقيس ضغط الدم بنقيس ضغط الدم الشورياني يعني بنشوف ضغط الدم في الشرائين القلب بيدخ الدم علشان يوصل لجميع اجزاء الجسم فلما القلب بيدخ الدم علشان يوصل في جميع اجزاء الجسم بيبقى فيه ضغط داخل الشرائين هو ده الضغط اللي احنا بنقيسه طيب ايه المثال اللي ممكن يوضح لنا؟ عارفين خرطوم الميا اللي الجنين بيسقي بيه الزرع؟ تخيلوا كده ان خرطوم المية دوت عندنا طول ما هو الخرطوم سليم مفيش فيه مشاكل قوة دفع المية مناسبة بيبقى كويس ومفيش فيه مشكلة والمية بتخرج بنسبة مناسبة ده بالزبط كده بيكون شكل الوعاء الدم الدموي لو هو سليم والدم خارج بدون اي مشاكل طيب نيجي لخرطوم المية ده ونتخيل ان احنا حطناه في الحنفية وفتحنا الحنفية على الاخر فبقت قوة دفع المية كبيرة جدا هيحصل ايه؟ الضغط هيزيد احنا لوحدنا هنقول ان الضغط هيزيد ممكن كمان في بعض الاحيان ان ايه؟ الخرطوم يفرقع من الحنفية ويجي فيه اجزاء فيه يتتفك فده معناه ان الضغط عالي جدا طيب نيجي حاجة تانية لو احنا جبنا شفنا الجناني بيجي يعمل ايه؟ بيجي دوس بطرف ايده على طرف الخرطوم فبيضيق الخرطوم لما بيضيق الخرطوم بيحصل ايه؟ بنلاقي قوة دفع المية بتزيد فدي برضو حاجة تانية يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ قوة الدفع بتأثر في ضغط الدم قطر الخرطوم بيأثر سواء كان ديق او كان واسع الدم بقى نفسه عشان نعرف الدم نفسه هديكم مثال تاني خالص بعيد عن خرطوم المية عارفين الشليمو كلنا عارفين الشليمو نيجي دلوقتي نجيب الشليمو وكوبايتين عصير واحدة فيها عصير طفاح وواحدة فيها عصير جوافة او واحدة فيها وواحدة فيها عصير جوافة هيحصل ايه؟ دلوقتي انا لما بشرب عصير الطفاح او بشرب المية لو بصيت على الشليمو هبصة لايه الشليمو ايه؟ صافي مفيش اي رواسب فيه بعد ما شرب لكن انا دلوقتي لما باجي بشرب عصير الجوافة بيبقى فيه رواسب على الجدار بتاع الشليمو ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل ما فيه لزوجة اعلى كل ما فيه ترصبات على جدار الاوعيات الدموية فبالتالي بنلاقي من الشائع جدا ان مريض السكر يحصل له بعد فترة ضغط لان بيكون فيه زيادة في لزوجة الدم بتترسب على جدران الاوعية الدموية والترسب على جدران الاوعية الدموية ده بيعمل لنا ايه بيدية الوعاء الدموي بالضبط زي خرطوم المياه لما كنا بنتكلم عنه وقلنا ان احنا لما بندوس عليه وبيديء ده بيقدي لارتفاع ضغط الدم طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن تقدي لارتفاع ضغط الدم احنا قلنا الترسبات هل الترسبات دي بتيجي من السكر بس؟ لا بتيجي من حاجات تانية كمان السمنة من زيادة الكوليستيرول ترسب الدهون على جدران الاوعية الدموية دي برضو بتزود اللزوجة وبتزود بتدية الاوعية الدموية طيب ايه تاني بداية الاوعية الدموية؟ الكفايين الناس اللي بتشروع شاي وقهوة بكميات كبيرة مش معنى كده ان الشاي والقهوة ممنوعين لكن زيادة كمية الكفايين عن المعدل الطبيعي يعني من في الجال لفنجالين قهوة في اليوم كويس جدا لكن في ناس طول الوقت عمالة بتخلص قهوة ونسك فيه قهوة ونسك فيه وشاي وبتاخد كمية كافيين أكتر من المسموح طيب التدخين والتدخين طبعا ده يعني كرسة التدخين بيخلي فيه شوائب بيخلي فيه تديق للأوعات الدموية كل دي أسباب بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إيه تاني كمان إن أنا تكون حياتي خاملة أكون ما بتحركش إحنا عارفين إن إيه الركود برضو بيؤدي إلى إيه إن يبقى فيه ترصبات على قدار الأوعات الدموية يبقى بالتالي الحركة بركة والحركة مهمة إيبقى إحنا كده ذكرنا كم سبب قلنا إن الأوعات الدموية بتديق وعرفنا إيه الأسباب قلنا إن يكون فيه لزوجة في الدم وبردو عرفنا إيه الأسباب يبقى أنا هتكلم إن شاء الله بإذن الله في الفيديو جاي إزاي نقلل ضغط الدم طبعا مع الأدوية ومع الطرق الطبعية بس إحنا مبدئيا كده عرفنا بعض الحاجات نقلل الكفايين نبتدي إن إحنا نتحرك ونلعب رياضة اللي عنده سكر طبعا ينظم السكر نتجنب السكريات الكتير نتجنب الدهون الكتير الدهون الغير صحية تحديدا ولو وزننا زيادا حاول ننزل وزننا ودومتم سالمين